مهمة صعبة تواجهها بغداد تقصر فيها أرواح بريئة في كل مرة تعود خلايا الكاتيوشا لإطلاق صاروخي على المنطقة الخضراء وموقع السفارة الأمريكية المهمة صعبة ومرهقة للاتزان والاستقرار الأمني في العراق وهي التي تأتي على أولوية أجندة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقاء القمة الذي يجمعه برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أمريكا التي تدفع بإعادة العقوبات على إيران تربط بشكل صريح إعادة الاستقرار الأمني في العراق بإنهاء ميليشيات السلاح المدعومة من إيران مسلسل أسود تفتح حلقاته في البيت الأبيض مسلسل يكرس الدعم الأمريكي لإحياء العملية السياسية في العراق وتثمين الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة بانتخابات مبكرة ومحاربة للفساد وفرض هيبة الدولة وملاحقة سطوة السلاح المنفل الأوراق الساخنة التي تتقلب تحت صقف البيت الأبيض أوراق ينتظر العراقيون والحرك الشعبي الثائر ضد الفساد والمطالب بالتغيير أن تتحقق الوعود بعودة الشوارع العراقية إلى لغات الهدوء نهج جديد متبع لمحاربة الميليشيات الإيرانية تدعمه أمريكا إلى جانب محاربة تنظيم داعش الإرهابية وهو ما يفتح الطريقة أمام إنجاح مشاريع الاستثمار سيما ما تقدمت به شركات أمريكية في تعزيز لجهود الحكومة العراقية التي ترفض الهيمنة الاقتصادية من دول على حساب العراق أمر يلمسه العراقيون بسطوة النفوذ التجاري والصناعي والزراعي الإيراني على العراق